تعريف المظاهرات الحلقة السابعة والخمسون من سلسلة دليل مصطلحة ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات السابعة والخمسون المظاهرات المظاهرة أو المظاهرات لفظ حديث تسرب معناه إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة من اللغات الغربية ويعني خروج أناس يجمعهم هدف واحد إلى الشوارع من أجل التعبير عن عواطفه ميزة غاية معينة وغالبا ما يتون التظاهر وقفا على المطالبة بتحقيق غاية سياسية معينة ويخاف رجال السياسة المظاهرة الشعبية ويتقونها بقدر ما يستطعون لما يعلمون من أنها تثيان مع سرطة حكومات وغيرت نظما سياسية ولا سيما نظم غاية الشعبية وتاريخ تفاح الشعب الجزائي مرتبط أشد الارتباط بهذه المظاهرات ويبدو أن أول مظاهرة سياسية طعم بها جزائريون كانت في سنة 1924 ميلادي بباريس حيث تجمهر عدد ضخم من العمال الجزائريين المطالبة ببعض الحطور السياسية ولكن أعتقى المظاهرات الوطنية التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا هي تلك التي ابتدأت في فاتح مايو من سنة 1945 ميلادي بالجزائي العاصمة وسطيف ثم تجددت بيع شديد في ثامن مايو من السنة نفسها والغريب أن تلك المظاهرات نظمت برخصة من عام العمالة السنطينة يومئذ وعلى الرغم ذا يتفعي أن قمع تلك المظاهرات تم بصورة هماجية متوحشة إذ استنع الاستعمال الفرنسي في إخمادها كل ما كان يملت من وسائل الدمار وحسب ما يروي فرحات عباس الذي كان يوجد بمدينة السنطينة أن الموت بحين الزحف نحو وسط المدينة اعترض مفوض الشرطة وأصر على انتزاع الرأي الجزائرية من حاملها الذي رفض ذايتها فأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين فسقط عدد تابير منهم ولكنهم لم يستسلموا لهذا الإرهاب فانطلقوا في المدينة غاضبين للإهانة والظلم ففتتوا بما يطلب من مئة من الأوروبيين وهنا تثار الثائرة الأوروبيين الذين ضغطوا على السلطات المعتزية لتفتت بالجزائرين أشنع الفت وأفضعه فتانت مذبحة الشرطة الجزائر التي قتل فيها أرصى من ستين ألف شخص وأغرب ما في الأمر أن بعض الكتاب الفرنسيين حاول أن يفسر هذه المظاهرات تفسيرا اقتصاديا بحتا زعيما بأنها طامت من أجر الخبز وما تانى قيامها إلا نتيجة للجوع الذي تانى يعانيه السلطان ونحن وإن كنا نتفق معه على هذه الحقيقة وهي الجوع الذي تانى يطوي أمع الجزائريين طوال الحرب العالمية الثانية وما بعدها بقليل فإننا نضيف إلى ذاية الحقيقة الوطنية ومن الآية على ذاية أن أولا من أسباب هذه المظاهرات سجل معظم الزعماء الجزائريين يومئذن وطعمت مظاهرة فاتح مايو 1905 واربع ميلادي من أجل المطالبة بإطلال صراح بعض هؤلاء المعتقلين ثانيا إن هذه المظاهرات أشرف عليها بعض الزعماء الجزائريين يومئذن ثالثا إن المتظاهرين في السطيف حملوا الرأي الجزائرية ورفضوا تسليمها إلى مفوض الشرطة الفرنسية وربما كان حمل الرأي الجزائرية لأول مرة في تاريخ الجزائر الحديث رابعا إنها عمت جميع المدن الجزائرية شرطا وغربا ووسطا وإن كانت فيما بعد تركزت وعنفت في مدن الشرط ولا سيما مدينة السطيف وإن كل هذه العوامل تؤتد الصبغة السياسية لهذه المظاهرات وأما طلب الخبز فإن الحرة تجو ولا تأتل بسدييها على الرغم من الجوع المطرع الذي كان مسلطا على الجزائرين في تلك الأثناء وقد هزت هذه المظاهرات شعور الجزائرين هزا عنيفا فهبتت العيون وأحزنت القلوب تمتان لها صدواس خارج الوطن فهل كانت الانطلاط الحقيقي للثورة الجزائرية حتما فهي أكبر إرهاس وأعظمه لثورة نوفمبر أما المظاهرات الأخرى التي يجب التوقف لديها فهي مظاهرة 11 ديسمبر 1960 ميلادي ولكن لماذا هذه المظاهرات وما غاية الجزائرين من وراء الخروج إلى الشوارع من أجل الموت تحت رصاص الجيش الفرنسي الحقيقة أن عدة عوامل يمتن ذكرها في هذا المقام فأولها أن جبهة التحرير الوطني كانت تقوم بجهد عظيم على الصعيد الدولي من أجل إقناع الرأي العام العالمي بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري لأن الفرنسيين كانوا أثنى ذاية تسخروا كل ما يملكون من وسائل الدعاية والإعلام أن جبهة التحرير الوطني أنها هي إلا طرف من جملة أطراف يجب التفاوض معها أيضا فكان لمناصة من القيام بمظاهرات شعبية عارمة لتؤكد الشرعية الشعبية للجهة من وجهها والشرعية الشعبية لتمثيلها للشعب الجزائري من جهة ثانية وثانيها أن الشعب الجزائري حين قرر الخروج إلى الشوارع عن بطرة أبيه كان يريد أن يقول كلمته فيتناق لها مراسل الصحف والإذاعات وشباتات التلفاز العالمية ليتحظى مزاعم الفرنسيين من أن جبهة التحرير الوطني لا تمثل إلا فيها طليل من الجزائريين وأن تثيرا من السلطان يرغبون في بطا فرنسا بالجزائر فجاءت هذه المظاهرات العارمة تقذيبا صارخا لتلك المزاعم الاستعمارية وثالثها أن تثير من الجزائريين كانت غايتهم وطنية قبل كل شيء أي الخروج من أجل الصخط على وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر وتقذيم التضحية من أجل الوطن تحية للوطن وفيدا له بعض نتائج هذه المظاهرات فضحت نوايا الاستعمار الفرنسي وارغمت على الاعتراب بشرعية الثورة الجزائرية من وجهه وشرعية تمثيل جبهة التحرير الوطني لها من وجهه أخرى وعطت الدليل الواضح للعالم كله على مدى تعلق الأمة الجزائرية باستقلالها الوطني وحريتها السياسية وأفسدت على الفرنسيين خطتهم الديعية التي كانت متبعة في أسلوبهم وهي أن الثورة الجزائرية القضية الداخلية لا تعني إلا فرنسا وحدها وأجبرت هذه المظاهرات الشعبية العظيمة أيضا فرنسا على التعجير بوضع أدوات لحل تفاوضي ومنح الثقة إضافية للشعب الجزائري وجعلته يؤمن بطارته الثورية المتفجرة وعززت من الوحدة الوطنية للشعب الجزائري ولعل من نتائج هذه المظاهرات أيضا تلت المظاهرات العمالية الضخمة التي نظمها العمال الجزائري في باريس في السابع عشر أرتوبر من سنة 1961 ميلادي حيث تظاهر في باريس زهى أربعين ألف عامل تضامنا مع شعبهم في تفاحه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم باعت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد